قبل ما نتكلم عن الأهلي ومباراة مباراة لازم نتكلم عن منتخب مصر للكرة اليد اللي شارف النهاردة اسم مصر والحقيقة كانوا رجالة نتكلم عن مباراة انتهت من شوية شارفونا آه صحيح يعني خسرنا من الدنمارك بركلات الترجيح بعد 20 دقيقة كمان يعني بنتكلم غير الشوطين الأساسيين بس احنا منتخب الحقيقة قوي جدا ورجالتنا دول آه صحيح النهاردة كان فيه دموع بس استطاعوا كتابة التاريخ وأحرجوا أفضل منتخب في العالم وكنا أقرب للفوز صحيح في الشوط الرابع الأضافي ولكن أنا على فكرة مش بسميه سوق توفيق هو سوق كمان تحكيم كان المفروض يخلص من الشوط تقريبا قبل رميات الترجيح وما بيسموها رمية ترجحية قبل رميات الترجيح بثلاث سواني قبل المباراة ما تخلص بثلاث سواني كان ممكن المطش يخلص بطريقة عادلة فالنهاردة كانت مباراة كبيرة لمنتخبنا وأعتقد أن القرعة كانت برضو ظلمة أن مصر والدنمارك يكونوا في طريق بعض لأن مباراة النهاردة هي نهائي مبكر للبطولة لو فينا نقول حرد لك لمنتخبنا كلنا فخرين بيكو بأبطالنا أبطال المنتخب وإن شاء الله نعود لانتصاراتنا بحي طيار أنا بحي جدا 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 وإن شاء الله في توكيو إن شاء الله نلعب أفضل ونكون متميزين إحنا الحقيقة كنا متميزين هنلعب على مركز من الخامس للتامن ولكن اللي حصل في مباراة النهاردة شرف كبير لمصر شرف كبير قوي أكيد